أرحب بضيفي من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية دكتور مهند حافظ أغلو وأيضا الباحث السياسي الاستراتيجي جواد جوك أهلا وسهلا بكم أبدأ معك دكتور مهند هل فعليا كان هناك رسائل مبطنة لأردوغان من خلال هذا التصريح جميع المشاهدين وضيف الكريم نعم أنا أقرأ في تصريحات الرئيس أردوغان أمرين اثنين الأمر الأول هو أن هذه الأمانة الكبيرة التي ظل يحملها على مدى ربع قرن سوف تكون ثقيلة لما سوف يأتي بعده سواء كان ما سوف يأتي بعده من حزب العدالة والتنمية أو من أحزاب أخرى معارضة أو غير معارضة أو مستقلة أو أيا كان القادم الأرث أو الأمانة هذه سوف تكون ثقيلة وثقيلة جدا وعلى هذه الأحزاب بما فيها حزب العدالة والتنمية أن يكونوا جاهزين لهذه الأمانة الثقيلة لأن تركيا في هذين العقدين والنصف من الزمن سوف تكون لها تبعات كثيرة صحيح أن في هذه الفترة شهدت تركيا الكثير من التغيرات والتحولات والحروبات والمعارك السياسية الاقتصادية العسكرية وعلى كافة المستويات الداخلية والخارجية ولكنها أمانة ثقيلة يريد الرئيس أردوغان أن ينبه إلى خطورتها وأهمية هذا أولا ثانيا كذلك هو يريد ما بين السطور أن يرسل رسالة إلى المواطن التركي بأنه وحزبه كانوا سببا في أن تجعلوا تركيا رقما صعبا وقويا في المعادلة الدولية والإقليمية بل والمحلية وأثبت ذلك من خلال البلديات وهي الانتخابات القادمة وأن الفشل الذريع الذي مني به أكريم إمام أغلوب في سنواته الخمسة الأخيرة في إدارة بلدية إسطنبول تحديدا دليل صارخ على أن الحزب المعارض الجيهي بي ليس منافسا للعدالة والتنمية من حيث ذهنية الخدمات وتقديم الخدمات للناس لذلك بمعنى يجب التصويت لاستمرارية هذه الخدمات وتحسينها لأنه إذا ما انتخب أكريم إمام أغلوب فضلا عن الخسارة النفسية سوف يكون هناك خسارة للمواطن على مستوى الخدمات وهناك بالفعل شكاوى وضجر كبير من المواطنين الأتراك للخدمات البلدية في عهد أكريم إمام أغلوب لذلك هي أيضا رسالة غير مباشرة للناخب التركي بأن يدعم مرشح حزب العدالة والتنمية لخلفياته ولأنه جدير بأن يكون هو من يأخذ إسطنبول على مستوى البلديات أستاذ جواد ما رأيك يعني يتحدث دكتور مهند أن أمانة ثقيلة يريد رئيس الأردغان أن ينبه لها وأيضا أن يقول للمواطن التركي أن سياسة حزبه وضعت خدمات في إسطنبول وبالإضافة إلى أنه سابقا قبل عاد أغلو وأيضا بأنه وضع تركيا على قائمة أدول المؤثرة في المنطقة هل قرأت أي رسالة أخرى كان يريد أن يوصلها الرئيس أردغان؟ وكيف يمكن برأيك أن تؤثر مثل هذه الرسالة على الناخب أو حتى على صناعة الرأي العام قبل الانتخابات؟ تحية لك ولمشاهدين الكرام ولضيزكم الكريم سيدة كارولينا أنه أربع مرات صار المرة الرابعة هو يقول هذا الكلام ليست المرة الأولى سنة 2009 سنة 2012 سنة 2022 قال نفس الكلام هذه آخر مرة أنا مرشح وهذه آخر انتخابات التي أخوض فيها وغير ذلك بالنتيجة هم غيروا الدستور وصار مرشح مرة أخرى وغير ذلك هو يريد أن يعرف أنه هل أتباعه والمصوتون له هل يريدونه مرة أخرى أو لا يريد أن يحرق المواطنين وأتباعه مرة أخرى بالنتيجة بعد 25 سنة الرئيس أردوغان يعني تعب بصراحة وفي الآونة الأخيرة هناك كانت سياسات اقتصادية غير ناجحة بصراحة ولا يوجد مشروع جديد ليقدموا للشعب التركي في هذه المرة يعني تصريحات ممتلئة بالإحساسات لكن أنا أظن أنه مطابقا للدستور التركي يعني لا يمكن أن يكون هو مرشح للمرة القادمة ولهذا سبب في هذه المرة يريد أن يودع المواطنين بشكل أو آخر ومن هنا تحدثنا بأنها المرة الأولى ودعنا أستاذ جواد ودكتور مهند نتعرف على التاريخ السياسي لأردوغان فقد خاض منذ وصوله إلى السلطة أكثر من 12 عملية انتخابية تحديدا منذ عام 2002 وهو بداية صعوده السياسي المتواصل وحقق خلالها الفوز سواء كانت انتخابات برلمانية أو رئاسية حيث قاد حكومة حزب العدالة والتنمية لمدة 11 سنة متواصلة وفي أغسطس عام 2014 فاز بانتخابات الرئاسة ليكون أول رئيس تركي منتخب بالاقتراع المباشر كما شهدت مسيرة الانتخابية إجراء استفتاء عام 2017 لتعزيز صلاحياته الرئاسية وإلغاء النظام البرلماني وبعد الاستفتاء فاز أردوغان في يونيو عام 2018 في الانتخابات الرئاسية وفي 28 مايو من العام الماضي فاز أردوغان مرة جديدة برئاسة تركيا إذن أيضا نعود إلى ضيوفنا البحث في العلاقات الدولية دكتور مهند حافظ أغلو وأيضا البحث السياسي والستراتيجي جواد جوك دكتور مهند كيف برأيك سيكون الوضع داخل الحزب وتأثيره على الانتخابات المقبلة يعني البعض يطرح السؤال هل يمكن أن نكون أمام سيناريو الانتخابات لأنه حتى الانتخابات الرئاسية الماضية لأنه حتى ما يظهر عن أردوغان يوحي نوعا ما براحة على عكس أفراد الحزب الآخرين يقينا الرئاس أردوغان يدرك تماما أن انتخابات البلدية مهمة لحزب العدالة والتنمية بشكل أساسي لأنها إما تكون حجرة أساسية وأرضية لإستمرارية حكم حزب العدالة والتنمية لمستقبل تركيا أو أن يكون انتزاع لهذا الحكم من قبل المعارضة لأن البلديات في تركيا لها بعد خطير ومهم جدا على المستوى المواطن النفسي الصحيح أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لها ذلك البريق الخاص وذلك الأصوات المختلفة والحادة ولكن انتخابات البلدية هي تعود لخدمات ولمواطن بسيط يدرك تماما أنه يجب أن يكون هو من يحكم من سوف يقود لمرحلة القادمة على المستوى البلديات ليكون مرشحا لما هو قادم يعني العرفي الداخل التركي بأن البلديات هي عبارة عن حجر التأسيس لحكم الرئاسة لاحقا وبالتالي هي محاولة من قبل المعارضة لانتزاع هذا الحكم وهي محاولة قوية من الحزب العدالة والتنمية ورئيس الدغا للحفاظ على هذا الحكم واستمرار يده المعول عليه والحكم والفيصل فيما سوف يكون هو المواطن التركي مع الأسف المعارضة مرة أخرى في الانتخابات الثالثة بعد رئاسية نعم سأعود إلى المعارضة ونقطة المعارضة ولكن البعض يطرح سؤال أيضا عن سر اختيار مراد كوروم يعني البعض يعتبر بأنه لن يكون هو حتى لو فاز في انتخابات اسطنبول خليفة أردغان ليس المعني به هو شخصه هي مرحلة انتقالية وتكتيك مرحلي يعني السيد مراد كوروم هو قيادة جديدة ووجه الشاب ينافس أكريمام أغلو الذي خسر بسببه أقصد السن الشبابي حزب العدالة والتنمية لصالح أكريمام أغلو في الانتخابات الأخيرة اليوم هناك تنافس متوازن من حيث العمر من حيث الخدمات الكفة ترجع مراد كوروم لماذا؟ لأنه وزير تخطيط وبيئة ويدرك تماما كيف يسوق لنفسه لفوز بهذه الانتخابات لكن المعارضة بعد الضلع الأول والثاني في انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمانية اليوم هي تريد أن تحافظ على الضلع الثالث من خلال البلديات واستمرارية للمرة الثانية على التوالي الحفاظ على اسطنبول وأنقرة لها ولكن هي محاولة نفسية ومعنوية خطيرة للعدالة والتنمية لانتزاع اسطنبول على الأقل لم تكن أنقرة معها للبلديات وبالتالي يكتمل هذا المثلث الذي يريده حسب العدالة والتنمية ليعدل بالأرقام وبالوقاع وبسراطيق الاقتراع بأن حزب العدالة والتنمية هو في المقدمة وليس حسب المعارضة التي لحتى هذه اللحظة هي تضرب ضربة عشواء مؤخرا رأينا رئيس الحزب الجديد لسيد أسجور لحزب الجهي بي المعارض أكثر من مرة يقوم بمحاولة رفع أمنه وليس هو منتخب لتلك البلدية إذن هناك عدم إدراك وعدم وعي تام لما هو مقدمون عليه من تكتيكات وأسلحة يستخدمونها في هذه المعركة الانتخابية القادمة ومن هنا قد يستفيد العدالة والتنمية ومرشحه من الخبرة المتراكمة بسبب السنوات الماضية سيما في مجال الانتخابات البلدية إلى الأستاذ جواد يعني يتحدث دكتور مهند عن وضع المعارضة اليوم تابعنا ونذكر ما حصل في الانتخابات الرئاسية من مشدة وهناك كان نوع من المرشح الموحد عليه أو التي توحدت خلف الأحزاب المعارضة في تركيا اليوم كيف تقيم هذا الموضوع حتى داخل حزب الشعب في الانتخابات المحلية الأخيرة كانت المعارضة بالضبط حزب الشعب الجمهوري كانوا ناجحين جدا كسبوا كل المدن الساحلية بما فيهم اسطنبول وأنقرة بالنسبة إلى مدينة أنقرة هم ناجحين لحد الآن وأنا أعزون أنهم يفوزون في أنقرة أيضا بلا ترديد لكن في بالنسبة إلى اسطنبول هناك شكوك لأنه المعارضة وحزب الشعب الجمهوري لم يكونوا ناجحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهذا الفشل وهذا التبتر بين الحلفاء لا زالت مستمرة خاصة الأكراد بصراحة يريدون أن يخوضون في الانتخابات بشكل مستقل ولهذا سبب الانتخابات المحلية في اسطنبول نعم في اسطنبول المعارضة أمرهم صعب جدا لأنه أكرم إمام أغلو في الاستطلاعات رأيت أنه أكرم إمام أغلو بالنسبة قليلة جدا يفوز إذا صح هذه الاستطلاعات بشكل عام الحرب في اسطنبول وليست في المدن الأخرى لأن إزمير من البداية كانت للشعب الجمهوري أيضا أنقرهم سوف يفوزون لكن في اسطنبول هناك حرب إذا فاز إمام أغلو ممكن أن يكون هو رئيس لحزب الشعب الجمهوري وهناك أصوات داخل الحزب أن يكون هو مرشح للرئاسة القادمة أو إذا فشلوا هذا سوف يكون أن حزب الشعب الجمهوري من البداية يريدون أن ينتخبون رئيسا جديدا في الداخل ولكن المواجهة اليوم كما ذكر الدكتور مهند مع مرشح بإمكانه استقطاب الفئة العمرية المتوسطة أو حتى الشباب ما رأيك إلى أي مدى هذا يمكن أيضا أن يكون إشكالية بغض النظر عن دوره في المستقبل السياسي داخل حزب العدالة والتنمية بالنتجة يعني مرشح حزب العدالة والتنمية في اسطنبول هو ما يشبه بالوجه الجديد يعني لا يمكن أن يكون هناك خليفة أردوغان يعني لا يمكن أن يكون مرشح للرئاسة الجمهورية القادمة لأن هناك شخصيات أبرز في داخل حزب العدالة والتنمية بالنتجة الرئيس أردوغان هو سوف يرشح مرشحا للرئاسة القادمة لكن المشكلة في تركيا تنشأ من المعارضة بصراحة لا يوجد هناك يعني التحالف قوي فيما بينهم هناك تشتت في صفوفهم وخلافات والاتهامات واحد والآخر ولهذا سبب أنا أظن في هذه الانتخابات بشكل عام المعارضة سوف لا تكون ناجحا وجوه العيون للانتخابات القادمة الرئاسية بصراحة لكن ألا تعتبر هذه نقطة مهمة يعني المعارضة التركية اليوم بعد ما حصل في الانتخابات الرئاسية ألا تعلم أنه يمكن أن يشكل ذلك حتى حجر الأساس للمرحلة المقبلة؟ طبعا قادرين أن يشكلهم بحاجة إلى شخصية قوية جدا لأن يكون بارزا لأن يجمع كلمة المعارضة والأطراف الحيادية في تركيا والذين تعبوا من سياسة اقتصادية للرئيس أردوغان إذا وجدوا هناك بديل في المعارضة صدقوني أنهم سوف يفوزون بالسهولة الفشل في الانتخابات للمعارضة هذا النجاح يعني كيف يقدرون أن يفشلون هذا سؤال مع هذه السياسات الخاطئة للحكومة التركية في الداخل وفي الخارج لكن بصراحة الفشل في صفوف المعارضة تفضلوا بالبقاء معنا مرة جديدة ودعونا نستعرض أيضا تصريحات الرئيس التركي وميثير الدهشة بشأن مغادرة العمل السياسي كما ذكرنا في بداية الحديث هي ليست الأولى من نوعها وكما ذكرت دكتور أستاذ جواد ولكن سبق لأردوغان أن أورد تصريحات شبيهة بذلك سنستعرضها بالتواريخ نعود إلى عام 2011 وعد أردوغان بأن يكون ترشحه للبرلمان في انتخابات 2011 هي الرابعة والأخيرة ولكن بعدها ترشح انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014 وفي عام 2014 أيضا أكد أردوغان أنه سيترك زعامة حزب العدالة والتنمية لكنه عاد لزعامة الحزب عام 2018 بعد إجراء تعديل في الدستور عام 2017 أما في مايو 2023 فأكد أيضا أنها المرة الأخيرة التي يطلب فيها من الناخبين من التصويت له ولحزبه وأنها الانتخابات الأخيرة التي يخوضها ويمنع ميثاق حزب العدالة والتنمية ترشح النائب في البرلمان لأكثر من ثلاث دورات انتخابية إلا أن أردوغان ترشح أربع مرات وكذلك يفرض ميثاق الحزب تغيير زعيمه بعد كل دورتين لكن أردوغان بقي زعيما أربع دورات متتالية دكتور مهند يعني دون الغوص في كل نقطة أود أن أسألك عن إن كان يمكن توقع أي تغيير بعد هذه التصريحات هذه المرة أيضا بالنسبة لخطوات رجب طيب أردوغان لا لا يبدو الأمر هذه المرة مختلف لسبب بسيط هو أن الرئيس أردوغان الآن يبلغ من العمر 70 عاما وبعد خمس سنوات سوف يكون قد بلغ 75 عاما فضلا عن أنه يريد أن يكون وراء الأضواء من حيث الاستشارات وتقديم النصح لمن سوف يكون رئيسا لتركيا في الأيام القادمة ليست المعارضة وحدها من تعاني من غياب الأسماء لتنافس على الرئاسة كذلك اليوم الرئيس أردوغان أنا أدرك تماما أو ربما يخيل إليه أن همه الأكبر أنه من سوف يكون خليفة له في قيادة البلاد الأمر في غاية الخطورة وغاية الصعوبة لذلك ليس الأمر متعلقا فقط في المعارضة كذلك في حزب العدالة والتنمية اختيار بديل لرئيس أردوغان أمر في غاية الصعوبة والخطورة وذلك لأنه مهما يكون من ذلك الشخص ومن مواصفات ومن اسم اللامع الرئيس أردوغان من الرؤساء على مستوى العالم المعدودين الذين يتميزون بحنكة سياسية عالية وبكارزمة معينة وبالتالي أي شخصية أخرى سوف يكون هناك من حيث المقارنة اختلافا كبيرا ما بينهما ما بين الرئيس أردوغان هل نفهم دكتور مهند هنا أعذرني على المقاطعة أعذرني على المقاطعة لأنه البعض يقول ويسأل أنه أين رفاق ضرب أردوغان؟ ما إذا عددناهم شخص شخص أو شخصية شخصية يعني كل واحد له ملفه كل واحد له قضيته والبعض يلوم الرئيس أردوغان على أنه رفاق ضربه ليسوا بجانبه حتى اختيار بديل في المراحل التي ستنتهي بها رئاسة أردوغان أو زعامته يعني حتى الرفاق القدامى لا يتم التعون بهذه الشخصية القيادية الكارزمة الخاصة الذي تستطيع أن تلعب على هذه التوازنات الدولية والإقليمية الحساسة الصعبة المرحلة التي تمر بها المنطقة وتركيا تحديدا خطيرة واخطيرة للغاية ومن حسن حظنا الأتراك نحن أن رئيس أردوغان هو في هذه المرحلة الأمر في غاية الخطورة ولكن القلق الذي وقلت في بداية الحوار أن رئيس أردوغان يريد أن يفهم من سوف يأتي قادما أن هذه الأمانة ثقيلة وربما تكون الأيام القادمة أكثر ثقلا في همومها وإشكالياتها وحساسيتها لذلك هي محاولات لإيجاد البدال وعلى مستوى المعارضة لا يبدو لي أن المعارضة وحزب الشعب الجمهوري كان موفقا مرة أخرى في اختيار أكرم إمام أغلو ليكون هو المرشح لانتخابات بلدية إسطنبول الخطأ يكرر مرة ثانية من هذا الحزب بعد أن رشح سيد كريشتار أغلو في انتخابات الرئاسة وكان غلطه الأكبر والقاتل هو أنه كان هو المرشح وهنا أيضا لو كان المرشح غير أكرم إمام أغلو لربما كانت حظوظ المعارضة في الفوز في الانتخابات بلدية القادمة أعلى بكثير ولكن هو تنافس وهي مصالح شخصية من أكرم إمام أغلو وهو تنافس في حزب الشعب الجمهوري وخلافات شديدة واستعجال في أخذ القرار بأن يكون أكرم إمام أغلو لأنه منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ولأنه يدرك كيف يخاطب الشباب هذا الاستعجال ربما سوف يكلف المعارضة ثمنا باهظا في خسارتها الانتخابات البلدية بسبب شخص المرشح يعني أكرم إمام أغلو ربما في المرأة الفائتة كان قد فاده أن المرشح له ليس شابا اليوم الموقف مختلف وبالتالي كان استعجالا في الحكم من خلال ترشحه لانتخابات إسطنبول التي هي حساسة ومصيرية على المستوى البلديات والمستقبل السياسي في تركيا أداء أود نأخذ أيضا تعليق منك أستاذ روادة على هذا الموضوع يعني استعرضنا النقاط التي قالها أو التواريخ التي قال أردوغان بأنها ستكون محطته الأخيرة سياسيا كما ذكرت حضرتك أيضا في بداية هذا الحوار هل يمكن أن يكون هناك أي تغيير ربما تتحسب له المعارضة هذه المرة أيضا طبعا المعارضة والحكومة كلاهما يعرفان أن الشعب التركي يريدون وجوه جديدة ونفس جديد في السياسة التركية كلا الطرفين يعرفان أنه التجمعات الانتخابية أنا أراه من هنا حتى التجمعات الانتخابية للرئيس أردوغان كانت شبه فارغة لا توجد هناك تحركات إثارة الإحساسات والعواطف في الأتباع بالنتيجة الشعب آيسين من الوضع الاقتصادي في تركيا واقتصاد مدمر جدا وتضخم ويريدون حلا جذريا من المعارضة أو وجوه جديدة في الحزب الحاكم هذه هي سورة الانتخابات القادمة في تركيا شكرا جزيلا لكم الباحث السياسي والستراتيجي جواد جوك كنت معنا من إسطنبول وأيضا ضيفنا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور مهند حافظ أغلو شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر